عايزة اقول كلمة لبعض رواد السوشيال ميديا تعرفين طبعا المستشار المتضى منصور متواجد في النادي كان مع بعض الصحفيين زي الزميل مصطفى جويلي كان مع المستشار محمود العسال كان مع ايضا كابتن جمالح بحميد النهاردة في النادي طلعت بعض الاشعاعات والحاجات تالعادة كتير حاجات كتير اوه بتحصل الفترة الاخيرة بوكسي ودي اعضاء الجماعية اوه مشار موجودة اوه ما فيش اي مشكلة وما فيش اي حاجة خالص لكن في النهاية هو احنا دخلين على بطولة بطولة الدورة دي هتزعل ناس كتير لانها بطولة صعبة بطولة صعبة وهقول لكم ليه صعبة وبالتالي فكرة ان طول الوقت فيه هجوم فيه اشعاعات فيه زعل فيه يا راجل ده الناس بتدت تتكلم ان لزا مالك بيعمل ميت اوتوبيس بيطلع اوتوبيسات ليه لجمهوره الله يا جدع انت مالك انت غريب جدا هو انت مش لاقي حاجة في الملعب هتخشيلي على الاوتوبيس يعني حاجة غريبة جدا وبالتالي يا جماعة نادي الزا مالك انا من وجهة ناظري انا عيشت سنين كتير في النادي كالعيب كورة وبعديها كمقدم برامج دلوقتي وفي قناة الزا مالك شفت حيات كتير قوي لكن الفترة الاخيرة انا من وجهة ناظري الزا مالك بيقود الرياضة المصرية والله العظيم انا ما بهذر بيقود الرياضة المصرية اداريا بيقودها اداريا وبيعمل حاجات كده بيزبطها انا عمري في حياتي زمان كان ممكن لعيم ممكن عادي مثلا يمشي من نادي الاهلي مثلا ويمشوه فييجي عندنا لا دلوقتي الاية تعكست النجم بتاعنا واللعب الجامد بتاعنا بيجروا عايزين يجبوه المدرب بتاعنا اللي نجح معانا بيجروا عايزين يجبوه المحترف بتاعنا الجامد بتاعنا بيجروا ويعرضوا عليه ثلاثة مليون يورو في السنة او دولار في السنة فيرفض فيروح الجزيرة الاماراتي خلاص بقى هو النجم بتاعنا في الطائرة فييجوا ومنتخط فيروح يجبوه فناخد دوري وكاس لأول مرة من من تسعة وتمانين ما خدناش دوري وكاس في الطائرة رغم انخدوا النجم بتاعنا فلازم ايه لو خدوا النجم بتاعنا في الطائرة فلازم نقول يا جماعة ده الاتنين الاجانب اللي جوم الزمالك دول تأيدوا غلط وانتو عارفين عضو مجلس الادارة بتاع الطائرة الزمالكاوي اللي أيدهم يا راجل اه انتو عارفين ان الاتحاد الكورة كان بيتفتح بالليل وكان الفلان الفلاني بيفتح عشان لعب الزمالك يتأيد يا راجل ده الشريفة هفضيلة يا جدعان يشريفة هفضيلة تلعه على الهوى تلعه على الهوى وهو بيتحك كده ويشرب كده يا شريف يا شيري ايه تتأيدت زي شيريك في الإسماعيلي هو الله العظيم يا جدعان ويهو تصدق تخال والله والله ومعليك علي يا حلفان الاتحاد الكورة اتفتح الساعة خمسة الصبح. يا شريف والله. اتفتح الزادي والله يا بوتر تقادر. والله. انا تقايدت خمسة الصبح يا جدعان. شوف بنقعد نقول كده. بنقعد نقول كده. تقايدت خمسة الصبح. يعني المنافس. انا عندي احمد مجاهد. اللي هو كان رئيس الاتحاد السنة الفاترة. عمل حقا جديدة. عمل حقا جديدة. خلي محمد الشناوي. من اربع مطشاط قالك من اجل الوطن خليه مطش. وخلى شيكبالا اللي بيحتفل. وعايز يدخل العيال الصغيرة. اللي هما بيلعبوا دلوقتي معانا حسام عب جيد و و و و نمر و و سيف فاروق عفر. عايزين يحتفلوا بالدوري بعد مطش البنك الاهلي. راح لسعوا تمن مطشاط. تمن مطشاط ايخاف. ليه شيكبالا مدى يعني ازاي شيكبالا ياخد الدوري ايجاي. ازاي شيكبالا اوقف اوقف شيكبالا تمن مطشاط. هو فيديو. اودة مقفولة علينا. اودة مقفولة. بيغني طبعا شتم غلط بس في اودة مقفولة. هو مي في حد في مصر ما بيشتمش يا جماعة. هو في حد في مصر هو في اودة مقفولة ما شتمش. احنا هندحك على بعض. ده انه لو طلعنا فضايح لبعض هنفضح بعض كلنا. طيب يجي اف اودة مقفولة. ايه ده? نزلت على النت. واحد مصور بمباير. اوقف. عشر مطشاط. يا عم في ايه ده مفيش تقرير حكم. ومفيش مراقب مباراة. ومفيش فيديو اصلي. وده مطش ناشئين. لا 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 ازاي يا تطاول على المعرفش مين ومين. اوقفوا. فيرجع امام عشور اقوى من الاول. ويرجع امام عشور هو اللي يجيب الجنة العلامي في الكاس. مطش اللي فات. ويجيب الكاس مصر من النادي الاهلي. ويرجع يجيب الجوان جامدة جدا. وفي ايه ويه 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 ويكسر الدنيا ويكون من افضل عيبة مصر. كل ده بنتحمله. عادي من غير اي بيانات. من غير اي بيانات. ويجي يقول لك زملكت اللي معرفش ده. زملكت. ده دكتور اشرف صبحي. المرة الوحيدة اللي راح فيها بيت حد. كان بيت كابت المحمود الخطيبة. عشان يقنعه ما ينسحبش. يا جماعة. يا جماعة فوقه. فوقه. واحترمه نادي الزمالك. برح احد الصحفين قيل ان هو اه اه اتقبض عليه ومعرفش ايه ومعرفش ايه ومعرفش ايه. وتدخل مشار موتادة منصور. والدنيا عادت والحمد لله ما فيش مشكلة. لكن لانا عايز اقوله وحاجة مهمة جدا. ان انا شايف علاقة قوية جدا. جدا. ومحترمة جدا. بين جمهور الزمالك العظيم. وبين مجلس ادارته. برئاسة مشار موتادة منصور علاقة حب وود. حتى اللي كانوا مختلفين معاه. في وقت من الاوقات هم بيختلفوش عشان اللي بيتكلموا علي. مع جمهور الزمالك كان في كتير منهم مختلف مع المشار موتادة منصور. دلوقتي كلهم على قرب لاجل واحد. ليه? لانه شايفين ان وجوده في مصلحة الزمالك. وان وجوده يعني حاجة حلوة للنادي وشايفين النادي ماشي في طريق صح. واحنا اكتر حاجة بتسعدنا هي الزمالك. واكتر حاجة بتسعدنا هي ان ان احنا نفرح بالزمالك. ونفرح بانتصالات الزمالك. ونفرح بكل الصعاب اللي احنا بنمر بيها. لكن وقفين على رجلينة. وبنعرف نجيب بطولة. وبنعرف نكسب. وبنعرف نفرح جمهورنا. فالعلاقة اللي موجودة دلوقتي دي. علاقة جميلة جدا. ومحترمة جدا. تعالوا نشوف علاقة كمان. جمهور الزمالك ومستر فريرا. الراجل ده عنده ستة وسبعين سنة. درب بنفكة. ودرب في السد القطري. ودرب. اقسم بالله. وانا قابلت مستر فريرا. علاقته بجمهور الزمالك علاقة غير طبيعية. يعني علاقة يعني مر على جماهير كتيرة. على بلاد كتيرة ادربها. وفي اماكن كتيرة حتى في بلده. لكن حتى وهو كسبان مبارح. اول حاجة ذكرها هي قال لك الجمهور. هو الجمهور محضرش ده الكاس. الجمهور. انا بهدي الفوس ده للجمهور. انا الجمهور ده هو اللي بحرك لعبتي. لو انا لعبتي في ناس وحشة منهم النهار ده بسبب ان الجمهور مجياش. دي علاقة فريرا. وتعالوا بقى اه 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 وان تو فريرا سان كيو. ما هو ده الجمهور اللي بيقعد يقول كده. الجمهور اللي قاعد في المدارك كل شوية وان تو فريرا سان كيو. وان تو فريرا سان كيوو. الناحة التانية موسيماني وسوارش وسوارش ماشي وسواري جه وسواري راح وكت عندهم كت في الموضوع ده لكن احنا الحمد لله عندنا استقرار في كل حاجة الحمد لله رب العالمين ربنا هيزدها علينا نعمة الحمد لله رب العالمين. نطلع لفاصل انا طولت عليكم لكن اه اه اتمنى ان العلاقة الحب والود الموجودة. ما بين مجلس الادارة. ما بين رئيس النادي وفريرا. ما بين المش في العام واللعيبة. ما بين اللعيبة وكل المنظومة. ما بين قناة الزمالك. قناة الزمالك بمختلف مزعينها ومقدمينها ورؤساء تحريرها واعدادها ومصورينها ومخرجينها وبروديوسرز وكل الناس اللي بتشتغل مساعدين المخرج وكل الناس من كبير لصغير في قناة الزمالك برضو على علاقة حب واحدة وكلنا في ظهر هذا النادي باذن الله